السلام عليكم على ترابها نحن فقط قادتنا وافقوا أن لا تكون فلسطين هي كل فلسطين بل قسموها إلى دولتين اعترفوا في أسدو بأن الغزاء الذين فتكوا بنا وشردوا أهلنا هم قال أصحاب حيفا ويافا والرملة واللد وعكا والناصرة وبيسان وبيري السبع اعترفوا ذلة أن أهلنا كانوا مخطئين حين قرروا الكفاح المسلح ورفضوا التقسيم وأنهم للأسف عرضوا شبابنا آنذاك للشهادة اعترفوا أن شتات أهلنا وعددهم يقارب اليوم سبعة ملايين هو حق من حقوق الصهاينة أن يفعلوا بهم هكذا ويشردوهم وأن الذين في الشتات لهم فقط بعد اليوم حق العودة إلى الدولة الوهمية فلسطين مشكلتنا هي ببساطة وبشكل مباشر فشل القيادة بسبب فشل مشروع أصله الذي يتمسكون به ويعتبرون أنفسهم قد انتصروا على إسرائيل فشل أصله حطم كفاءة القيادة ونتج عن ذلك تقاعص تقاعص رغبة قادتنا في الارتقاء إلى مستوى المسئولية لمواجهة مرحلة الغزوة الصيونية فلسطين تعاني مما هي عليه اليوم لأن قادتها ليس كما ينبغي أن يكونوا عليه اليوم للحفاظ على فلسطين واحدة مهمة وفرض عين يجب القيام به ليس بالكلام في أروقة الأمم المتحدة الفاشلة بل بالكفاح والنضال والإعلام والمال والبنين وفي ساحات الأقصى والقيامة وكل القدس ومن بحر فلسطين إلى نهرها والسلام عليكم